منذ ثورة فبراير وانهيار النظام وأجهزة الدولة الليبية خيمت الضبابية بشأن قيمة الأرصدة المالية الليبية المجمدة في الخارج وطرحت التساؤلات عن مساعي الحكومات المتعاقبة في البلاد وعن مدى جديتها في الإفراج عن هذه الأصول في ظل تخوف المجتمع الدولي في حال الإفراج عليها من وصولها إلى جهات قد تهدد الأمن القومي العالمي مليارات الدولارات هي أصول ليبيا المجمدة بالخارج في عدة دول أوروبية وإفريقية وتكون هذه الأموال على شكل استثمارات تعود وردتها إلى ليبيا وعادت في الفترة الآخرة الأخبار عن قيمة الأموال المجمدة للواجهة من جديد بتفاصيل أخرى ليس بحجمها فقط بل بنهبها وصرقتها بحسب موارد في وسائل إعلام عربية وغربية ونشرت التقارير عن سرقة أموال تعود ملكيتها للدولة الليبية في بلجيكا والإمارات صحيفة العربي الجديد كشفت هذه المرة عن تبديد الإمارات للأموال الليبية المجمدة لديها التي تقدر بخمسين مليار دولار بشكل غير قانوني عن طريق محمد دحلان المقرب من المسؤولين الإماراتيين ونقلت الصحيفة عن مسؤول الليبي قوله إن الأموال جرى نقلها عن طريق شركة بدبي وأخرى في أبوظبي وصرفت على أنشطة قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر وبحسب الصحيفة فإن الأنشطة الممولة تمثلت في دعم قاعدة الخروب العسكرية وشراء أسلحة من روسيا وأوكرانيا وكندا وتدريب مئات العناصر المسلحة أموال منهوبة ومجمدة في عدة مصارف دولية وعالمية تظهر عجز السلطات المتعاقبة في ليبيا في العثور على سبل للإفراج عليها وإعادتها إلى البلاد مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني كان قد أشار في مقالة له إلى أن السلاح الذي يشتر بالمال الإماراتي استخدمه حفتر في قتل الناس بمنغازي وتهجر أهلها بعد تدميرها وذكر مفتي الديار أن المال الفاسد هو الذي تجيش به المرتزقة الأفارقة لاحتلال الجنوب الليبي وتحاك به مؤامرة قد تنتهي بتدميره أو تقسيم البلاد غير أن ما كشفت عنه العربي الجديد يدل على أن الأموال التي تضخها الإمارات في حسابات قائد ميليشيات الكرامة ليس بالمال الفاسد بل هو مال الشعب الليبي الذي نهابه القذاف وهربه إلى الخارج والآن يعيد حفتر نفس نهج سلفه المقبور وينفق أموال الدولة المجمدة على السلاح والعتاد الذي يقصف به بنغازي ودرنة ويسعى به إلى عسكرة الدولة ودعم الثورة المضادة أموال الشعب الليبي تنفق على الثورة المضادة في مخالفة لكل القوانين الدولية وقرارة مجلس الأمن الدولي ليست هي المعلومات الوحيدة عن الأموال المنهوبة فقد كشفت وسائل إعلام بلجيكية منذ أيام أن عشرة مليارات يورو هي قيمة الأموال المنهوبة من مصرف يورو كلارا البلجيكي حيث كانت مقصمة على أربعة حسابات هذه المليارات العشر هي جزء من مبلغ ستة عشر مليار يورو المجمد عام 2011 بقرار من الأمم المتحدة على أنها أموال مؤسستين للنظام السابق وهما هيئة الاستثمار الليبية أو فرعها والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية مساعي السلطات الليبية في الإفراج عن هذه الأموال لم تكن في المستوى رغم مطالبة مندوب ليبيا في مجلس الأمن صالح المجبري نهاية العام الماضي بحماية الوصول الليبية المجمدة ووقف الخسائر التي تتعرض لها الأموال نتيجة عدم السماح بإدارتها فيما يرى البعض بأن الهدف المعلن من المجتمع الدولي بتجميد الأرصد إبان سقوط نظام القذافي هو حمايتها لكن ما يحدث فعلا هو تبديدها والاستلاء عليها ولا يقف الحد عند سارقة أصول الدولة الليبية بل تدفع وتنفق على الثورة المضادة عن طريق الإمارات ووكلائها وتصرف من أجل زعزعة أمن البلاد وقصف المدن الليبية وقتل الأبرياء بالعشرات وتقسيم البلاد وعسكرتها خدمة لطموحات داخلية وخارجية تسعى إلى السيطرة على الحكم عن طريق المال وبقوة السلاح